تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا برقية ثانية من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب أعرب فيها عن خالص الشكر وعظيم التقدير على تفضل جلالة الملك المفدى بتشريف مجلسي الشورى والنواب بافتتاح دور الانعقاد مشيرا معاليه ببالغ الفخر إلى محتوته الكلمة السامية لجلالته من معاني وطنية أصيلة رسمت معالم المستقبل معربا معاليه عن ثقته في أن تكون المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الوطني بمشيئة الله وبفضل قيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة محقيقة لما فيه خير ومصلحة الشعب البحرين وداعمة لتجربتنا الديمقراطية ووحدتنا الوطنية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى معاهدا معاليه جلالة الملك المفدى على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالته بكل حنكة وحكمة واقتدار لتحقيق المزيد من التطور والنمى ترجمة نانسي قنقر